أن يتم تحرير مدينة سرط من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة ما الواجب على الثوار بعد هذا الانتصار هذا السؤال سؤال كبير ومفصل وخطير جدا ماذا بعد معركة سرط من الذي قاد معركة سرط هم نفس الأبطال الذين قادوا معركة فجر ليبي هم نفس الأبطال الذين زحزحوا القعقاع والمدني والصواعق من مدينة طرابلس هم نفس الطوار الذين أحبطوا مؤامرات محمود جبريل وخليفة حفتر هم نفس الطوار الذين جعلوا طرابلس آمنة مطمئنة تستطيع أن تتبضع فيها بعائلتك حتى إلى الساعة الثانية ليلا هم نفس الطوار الذين ضحوا الذين تحركهم الحمية والختال من أجل الدفاع الوطني هؤلاء الطوار قما قال الضيفك الكريم يجب أن يوحدوا أنفسهم وصفوفهم عملنا في هذا المجال عملت ضمن فريق المتسعين يوم تحت رعاية المواطن العام في 2015 وفي 2014 وخرجنا برؤية اسمها المجلس الأعلى للطوار رؤية سياسية ورؤية عسكرية واقترحنا عليهم أن يكون الطوار جزءا من الحل لابد أن يكونوا جزءا من السلطة اقترحنا عليهم أيضا أن تقوم القيادة السياسية بتسليم السلطة إلى مجلس أعلى للطوار مجلس سياسي يكون الطوار يمتعون نصف عدده هؤلاء الذين يضحون بأرواحهم الذين قدموا أخيرا اليوم أكثر من 470 شهيد خلال ثلاثة شهود أكثر من 2500 جريح هؤلاء هل هذه الدماء وهذه الأرواح تذهب بهادرا هؤلاء الذين يحمون الوطن بأرواحهم ألا يجب أن يكونوا جزءا من السلطة يجب أن يكونوا جزءا من السلطة ويجب على إخواننا وأبنائنا التوار أن يوحدوا أنفسهم فورا لكي يستلموا لكي يستلموا الجزء الأكبر من السلطة في ليبيا لعندما يكون جزءا من السلطة ويشعرون المسؤولية يكونوا مستعدين لحل مشكلة السلاح كما نعلم أي سلطة سياسية قادمة وأظن أن الأستاذ محمد يستطيع أن يفصل في هذا أكثر مني توجه به أربع تحديات تحدي الأول هو ملف الأمن الثاني هو ملف السلاح الثالث ملف الاقتصاد الرابع ملف الفساد ليبي الآن مستوى الدولة السابعة من الأسفل من السلطة من الفساد جميع السلطة السياسية التي ابتلان بها الله سبحانه وتعالى هي السلطة لا تصلح أبدا لا نقول عنها فاسدة لكن نقول عنها أنها جاهلة وعيية لا تستطيع لا تملك رؤية للخروج من المأزق لا تحدد الأسبقيات والأفضليات للخروج من هذا المأزق لا تدرك من هم الأطراف الأجنبية التي قامت بعملية فجر أديسة ليس قاتل جدا في المهيم على الصراع في ليبة لم يفاوضوهم لم يفعلوا شيئا الحقيقة والآن يحاولون تجيير النصر الذي يقع في سرد لصالحهم ويتدخل الطرف الأجنبي بحجة أنه عن طريق طيران يحسن معركة فندنا هذا الكلام وقلنا هذا كذب وتضليل أبناؤنا هم الذين يكتبون النصر في الميدان المعركة تحسن بريا وبسواعد أبنائنا ورجالنا ولذلك نحن أكبر ما نبتل به هو سوء السلطة السياسية ولا أستثن منها أحدا لأنهم ليسوا من التكنقراط ليسوا من الخبراء في إدارة الشأن العام لم نرى منهم حتى قدر علاب وخطبة المواطن في أسبقياته وألوياته ومشاكله هذا هو نعم